إذن ما زلنا في نطاق الحديث عن ماريوبول هذه المدينة التي رفض بحسب طبعا نائبة وزير الدفاع وبحسب مسؤولين عسكريين أن يستجيبوا للطلب الروسي الذي طالب من القوات الأوكرانية الاستسلام تسليم السلاح وتسليم المدينة وتوفير ممر آمن حتى للقوات الأوكرانية إذا شاءت الخروج وتفضل ذلك على أن لا تقاتل في السيطرة على ميناء مدينة ماريوبول الأوكرانية تمكن روسيا في الواقع من إقامة ممر بري بين المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون وشبه جزيرة القرم ماريوبول هي الميناء الأهم والأكبر على بحر آزوف وإن سيطرت عليها موسكو فإنها ستتمتع في الواقع جمهورية دونتسك والوغانس بقدرة اقتصادية ضخمة لا سيما في مجال تصدير الفحم والمعادن كما أن سيطرة روسيا على تلك المدينة ستحرم أوكرانيا من هذا الميناء وبالتالي ستقوض قدرات كييف الاقتصادية على نحو واضح هي ثاني كبريات المدن في أراضي جمهورية دونتسك الشعبية التي اعترفت روسيا باستقلالها وجمهورية لوغانس الشعبية التي اعترفت بها موسكو طبعا في فبراير الماضي أهميتها الاستراتيجية تكمن في موقعها الجغرافي ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت ماريوبول هدفا أساسيا لتلك العملية حصرت المدينة وطوقت عسكريا وبدأت عمليات القصف روسيا عرضت في الواقع على أوكرانيا الاستسلام مقابل توفير ممر آمن للمقاتلين العرض الروسي أكد السماح بمغادرة المدنيين إن ألقى المدافعون عن المدينة السلاح لكن أوكرانيا رفضت مؤكدة أن تسليم تلك المدينة الاستراتيجية هو أمر غير مطروح